نصائح مهمة جدا في موسم التزاوج خلي بالك كويس جدا ما هو موسم التزاوج ولو ان انت لسه جايب اول زوج عندك من الضرة المطوقة او جايب اي طيور ايا كانت يعني في اول سنة لابد ان تعلم ان الانتاج سيكون قليلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناتكم الحياة عجائب سنسعد باشتراكك واعجابك بهذا الفيديو من المعلوم ان طيور الزينة تحب الهدوء والاستقرار والامان لذلك فان هذه الطيور عندما تغير اماكنها فانها تأخذ فترة من الوقت حتى تتأقلم على المكان ومن المعلوم ان موسم تزاوج الدرة المطوقة في الطبيعة يبدأ في الربيع فاذا كانت الطيور عندك ما زالت لم تبض حتى الان فلا تقلق فهذا امر طبيعي فالطيور في اول سنة لها في وضعها في مكان معين انها في اول سنة ربما يقل انتاجها لكن في السنة التالية بعدما تأقلمت على المكان اذا كانت في السنة الاولى قد وضعت عشا واحدا فقط ففي السنة الثانية ستضع عشين سيزيد الانتاج ومن المعلوم ان الضرة المطوقة تنتج عشين اثنين في السنة الواحدة وربما تنتج ثلاثة اعشاش هذا لن يكون في السنة الاولى في السنة الاولى سيكون الانتاج قليلا وسوف تتأخر الضرة حتى تضع البيض من الممكن ان تضع البيض في شهر ثلاثة او في شهر اربعة يعني ربما لن تأخذ الا عشا واحدا لكن في السنة الثانية ربما تبيض في شهر نوفمبر او في شهر ديسمبر او في شهر يناير يعني ستتقدم سوف تشعر بالامان سوف يدفعها هذا الى زيادة الانتاج في السنة الاولى طبعا تواجه كمشاكل يعني مشكلة عدم التوليف او قلة الخبرة في تحضين البيض او قلة الخبرة في التأكيل لكن مع مرور السنة الاولى والموسم الاول في الموسم الثاني سيكون الانتاج احسن واكثر ومزيد من التقدم فلا تتعجل واصبر المهم كله الا تتعجل والسلام عليكم ورحمة الله